أكدت وزارة الاتصالات أن هناك العديد من التقارير الدولية التي أبرزت الطفرة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخراً في ظل تنفيذ عدد ضخم من المشروعات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية جاء ذلك تعقيباً على تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي كشف عن توقعاته أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.9% خلال العام المالي 2021-2022 مدفوعاً بالتطور والتفرة في قطاع الاتصالات وانتعاش الاستهلاك الخاص والاستثمار وأكد وزير الاتصالات عمر طلعت أن هذا التقرير يعكس النجاح الذي يحققه قطاع الاتصالات في ظل ارتفاع معدلات نموه وكونه أعلى قطاعات الدولة نموًا لـ 16% اشتركوا في القناة